قتال عنيف خلف اتفاق هشل لوقف اطلاق النار هكذا يمكن وصف ما يجري في مديرية محافظة الضالع الشمالية الغربية ست ساعات هي المدة الزمنية التي صمد فيها اتفاق موقع عن ممثلي من الطرفين في محافظة الضالع لتعود بعده عمليات جديدة للميليشيا تمثلت بمهاجمة مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اطراف مناطق يعيس ونجد القرين كما جددت من قصفها عددا من القرى هي رماه ويعيس والقهرة وسونة وحجلان مصادر اكدت ان مناطق العرفاف وناصة اتهامي حيث تتمركز الميليشيا هي مصدر النيران والقذائف نتصدى لهم بكل قوة وبكل حزب تعامل معهم بجدية وبحزب نحل لهم بالمرصاد لن يستطيعوا ان يدخلوا مريس مهما كانت تكلفة هجوم الميليشيا الجديد بدد الامل بانجاح الاتفاق الذي تضمن دخول سريان وقف اطلاق النار حيز التنفيذ وهو بالم يحدث وايضا استكمال صفقة تبادل الاسرى التي كان من المقرر ان تبدأ بالاضافة الى مباشرة انتشال جثث المقاتلين وتسليمها لاهالهم عبر الهلال الاحمر لا جدوى اذا من توقيع اتفاق لا يصمد طويلا فالعودة على ما يبدو الى الخيار الاول في مواجهة الميليشيا الانقلابية اقصر الطرق في واحدتين من اكثر الجبهات اشتعالا اشتركوا في القناة